اشتركوا في القناة لأن الله يقول إن للغلام غيبة قبل أن يقوم في نهاية الحديث لأن الله يحب أن يمتحن خلقه فعند ذلك يرتاب المبطلون مو الباحثون عن الحقيقة المبطل الذي في قلبه مرض يرتاب وإلا الباحث عن الحقيقة لا يشوك قال أبو عبد الله عليه السلام والله لتكسرن كسر الزجاج وإن الزجاج يعاد فيعود كما كان لعله إشارة إلى نوعين من الأفراد قسم يميلون ثم يعودون وقسم لا يعودون كما كانوا والله لتمحصن والله لتغربلن كما يغربل الزؤان من القمح الحنطة تختلط بها حبوب حمراء وسوداء أو صفراء لازم يصير هناك تمييز لازم يصير هناك فصل لازم تظهر الكوامل عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه إذا فقد الخامس من ولد السابع السابع يعني الإمام الكاظم من الأئمة فالله الله في أديانكم قضية خطيرة بالذات في هذا العهد عهد العولمة عهد الإختلاط إختلاط الأفكار والمذاهب والأديان الآن في كل غرفة توجد كل الأفكار وكل الأديان وكل الاتجاه إذا شوية واحد يغفل ينتهي فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد يا بني إنه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبه إنما هي محنة من الله امتحن الله بها خلقه قلت لأبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام متى يكون فرجكم قال هيهات هيهات كأنه معنى هيهات بعدة لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا حتى يذهب الكدر ويبقى الصفو اللهم يترك عباده يتم عليهم الحج ولكن إذا واحد يروح وراء الحج الآخرة ومن جانب شهود ومن جانب شهود عمية عين لا تراك الله متجل في كل ورقة شجرة ذاك العالم عالم يقول في المختبر رأيت الله عظمة الله وجود الله صفات الله تتجلى في كل ذرة ذرة من هذا الكون هذا اختلاط عجيب يا ظاهرا في بطونه يا باطنا في ظهوره البطون يمثل امتحان الظهور يمثل تمام الحج الآخرة غيب أو شهود إذا الآخرة كانت شهودا ما كان الامتحان مثل شرطي واقف قدامكم إذا شرطي واقف قدامكم إذا الله كان يخلي جهنم قدامنا ظاهرة كل واحد يسوي معصية فورا الملائكة ياخذوا يذبوا في جهنم كان يتم الامتحان أبدا جهنم غيب ولكن في نفس الوقت الجنة والجحيم واضحتان لمن يريد أن يرى إذا واحد ليغمض عنه إذا واحد ما يريد يشوف يقول شايفين واحد طلع من قبر مفشخ هذا مثال معروف لو ذاك إجي أخذ العظم قال من يحيي العظام وهي رمين شوفوا في الآخرة الله خلط العنصرين بشكل عجيب الآخرة واضحة مئة بالمئة لمن يفتحان البراهين العقلية البراهين النقلية البراهين الوجدانية البرهان والوجدان والقرآن كلها تؤدي إلى الآخر واضح الآخر لكن من جانب آخر باطن هنا الامتحان يظهر ولعله والله أعلم معنى الآية الكريمة هذه الله سبحانه وتعالى يقول أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بعض قالين أكاد يعني أريد أخفيها الله أخفى الآخرة ليش؟ لعله معنى الآية لتجزى كل نفس بما تسعى إذا الآخرة كانت ظاهرة الكل كانوا متقين الكل كانوا مؤمنين هذا الامتزاج العجيب بين البطون والظهور موجودة في قضية المهدية المنتظر عجل الله تعالى فرجعه في نفس الوقت الذي الإمام المهدي صلوات الله عليه غائب عن الأكثرية الأكثرية ما يشوفون الإمام المهدي ولكن في نفس الوقت إذا واحد يريد الحقيقة يريد إذا واحد ما يريد الحقيقة يشكك حتى في وجود الله إذا واحد يريد الحقيقة قضية الإمام المهدي واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار أي مجال للتشكيك ماكو فيه الله أتم الحج لكن إذا واحد يريد يغالط نفسه يريد يغالط وجدانه بل أكو مجال للإنكار كما أنه أكو مجال لإنكار الآخرة كما أنه أكو مجال لإنكار الله سبحانه وتعالى الذي أف الله شك فاطر السماوات والآر أكو مجال لأن هذه طبيعة الدنيا لازم يمتح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا